بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بحضراتكم في المحاضرة رقم 10 في مادة Programming Foundations in Poison معكم دكتور حمادة ابراهيم عبد الوكيد. ان شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن file handling and graphical user interface. في المحاضرة رقم 9 اتكلمنا عن operator overloading وقلنا ازاي ان انا عندي العلامات الحسابية او العلامات المنطقية اكبر من وازغر من. والكلام ده اشغله انا او انفزه على user defined user data types اللي هي القلاسز بتاعتنا. قلت احنا ما ينفعش ان انا اه انفز الاريسماتيك operator اللي هو البلاس تمام? على الobjects من القلاسز بتاعتنا الا اما اعمل انا overloading او operator overloading للفونكشن اللي اسمها add عندي في الكلاث عشان اقدر انفز عملية البلاس على الobjectsز من الكلاثز بتاعتي. اتكلمنا عن الانهيريتانس وعرفنا معنى الانهيريتانس وازاي الكلاثز ممكن تورس من بعضيات سواء تورس اه 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 انستنس او class attributes وتورس كمان الفونكشنز اللي موجودة عند الparent class. وعرفنا معنى البوليماكفيزم وان هو تعدد الاشكال معنى ان هو بيبقى عندي مثود داخل الكلاس والمثود دي بتتنفذ في الـ child او بسليب مختلفة او بطرق مختلف. في المحاضرة دي بازن الله هنتكلم عن الفايلز وازاي نتعامل مع الفايلز كوسيلة من وسائل الحفاظ على البيانات وان البيانات دي ما اضعش مني محفوظة في مكان معين. تمام? ايه الفايل اوبريشنز اللي موجودة? تمام? وازاي انفذ ال اوبريشنز دي ككود? تمام? بعد كده الجزء التاني من المحاضرة وهو عبارة عن هنتكلم عن الـ graphical user interface واجهة الواجهة الرسومية للمستخدم. وازاي نكون الـ graphical user interface باستخدام الموديولز المختلفة في البيسون? وايه الفرق طبعا ما بين الـ command line interface والـ graphical user interface. في البداية الفايلز. في البرامج بتاعتنا اللي احنا بننفزها اللي اخدناها قبل كده كانت الـ variables اللي انا كنت بتعامل معها والقيم اللي انا كنت بحسبها بمجرد ما الـ application بتاعي يتجفل او يخلص الـ run بتاعهم كل الـ variables ديه خلاص اتمسحت. ليه؟ لاننا كانت الـ variables ديه بتتخزن على الـ RAM. random access memory. زاكرة الوصول العشوائي. واحنا عارفين ان الـ RAM مش بتحتفظ بأي بيانات. بمجرد محاضرتك جفالت الـ computer او جفالت الـ application اللي انت مشغله. كل البيانات اللي بتخص الـ application او في العموم في الـ operating system كل البيانات دي ايه؟ اتحزفت. اه فانا كل الـ data اللي انا كنت بتعامل معها تخيل مثلا عندي application عامله. والـ application دي انا بسجل فيه اسامي طلبة مثلا. واسامي الكورسات اللي بيدرسوها. خلاص. بتعامل بالـ variables العادية والـ objects بتاعتنا. هتضطر حضرتك انه كل مرة تعمل run للـ application بتاعك تدخل نفس البيانات. كل ما تكفل الـ application وتشغله تاني تدخل نفس البيانات. ليه؟ لان زي ما قلت الـ data دي بتبقى محفوظة على الـ RAM. وانت بمجرد ما الـ application بتاعك خلص الـ execution بتاعه. خلص الـ run بتاعه. كل الـ data دي اتمسعد. طيب انا عايز احتفظ بالبيانات. عايز اسيف البيانات دي في مكان معين. اه جالي هنا بجا بنلجأ الى files. files هي اماكن على الـ hard disk بتاعنا. وبنستخدم الـ الاماكن دي عشان نستور فيها الـ information. يبه حضرتك اما تشغل الـ application وتدخل الـ data بتاع الـ students والكورسات والحاجات دي كلها. كل البيانات دي اتحفظت في ملف على الـ hard disk بتاعك. واحنا عارفين ان الملفات دي مثلا على سبيل المثال بتبقى ملفات text. text. extension بتاعها. text. تمام? اه الملف ده بيبقى عند حضرتك. في مكان معين على الـ hard disk انت اللي بتحدده. انت اللي بتحدد الـ location ده فين? تمام? البيانات دي مش هتتحزف الا من محاضرتك تمسحها. يعني انت اللي لازم تعمل لها shift delete او delete من الـ hard disk بتاعك. تخش على الـ location ده وتحزف الملف ده. تمام? لكن الـ application بقى كل ما ييجي يشتغل بيجرى البيانات دي مرة كمان. مش انت اللي بتدخلها كل مرة زي اللي كان بيحصل في الاول. ان انا كل مرة انا ادخل البيانات وبيانات الطلبة. لا انا بدخل بيانات الطلبة لأول مرة فبتتكتب في ملف. بعد كده انا كل ما اعوز البيانات الطلبة دي اجراها من الملف اللي تم حفظ البيانات فيه. زي مثلا قواعد البيانات. قواعد البيانات هي مستوى اعلى من الفايلز. يعني بداية تفكيرهم للحفاظ على البيانات. تمام? من الرام هي الفايلز. وبعد الفايلز جت قواعد البيانات. تمام? قواعد البيانات حضرتك البيانات اللي احنا بنضيفها جوه الجداول خلاص اتحافظت جوه الجدول. كل ما حضرتك تعوز البيانات دي تخش على قاعدة البيانات وتجيب البيانات اللي انت عايزها. فانا عايز مكان يتم الحفاظ على الدياتا بشكل يعني حاجة ثابتة. مش اما اكفل الكمبيوتر البيانات دي خلاص اختفت وما لاش وجود. لا البيانات دي انا عايزها محفوظة عندي على طول. طيب الفايلز دي حضرتك ممكن تعمل ايه? احنا ممكن مثلا لو فتحنا اي مكان خلاص اي مكان مثلا هنا وهنعمل فايل ادي نيو فايل. فحضرتك ممكن تعمل فايل تكرية ايه? تكرية فايل. وبعد كده تأوبن الفايل بتاعك. خلاص عملت اوبن للفايل بتاعك. انا بأضح لك ايه هي الاوبراتيشنز اللي انت ممكن تعملها. تمام? وبعد كده بعد ما تعمل اوبن للفايل بتكتب بقى. خلاص? بتكتب الدياتا اللي انت عايزها. بتكتب الدياتا اللي انت عايزها جوه الفايل ده. تمام? ممكن تسايف الفايل. فايل. سايف. از دي الاوبراتيشنز. صحي كده ولا لقه? دي الاوبراتيشنز اللي انا رح اه مثلا اه تيكست اه تست دوت تي اكستي. تمام? حفظت الفايل. ممكن اكفل الفايل. وبعد كده افتح الفايل مرجع كمان اللي هو تست اه تيكست تست ده. افتحه مرجع كمان. وا اكتب عليه باج البيانات. تمام? اكمل عليه باج البيانات اللي انا عايزها. واحفظ الملف. يبا دي هي الاوبراتيشنز اللي احنا بنعملها عادي في اه ان انا اكون الملف بتاعي في مكان على الهارد ديسك. طيب هل ينفع ان انا اعمل الكلام ده باستخدام البايسون بقى? ان انا اكون انا الفايلز. اعمل اوبن للفايل. اريت الفايل. او اريد من جوه الفايل. ونعمل كلوز للفايل ده. يبا هي دي الاربع الاساسيين اللي موجودين في او التعاملات مع الفايلز. نعمل اوبن رايت ريد وكلوز. تمام? طيب بعد كده ازاي اعمل اوبنينج للفايل? ازاي افتح الفايل? تعالى نشوف في الكود مع بعض. هنا اولا انا ما عنديش موديول او حاجة معينة استخدمها. انا هنا على طول بسمي اسم للفايل بتاعي. اسم بتاعي. اللي بيمثلي مين? اللي بيمثلي الفايل. مسلا موي فايل. تمام? وده بيساوي الميثود اللي اسمها اوبن. الميثود اللي اسمها ايه اوبن. بعد كده الاوبن مثود بتاخد تو انبوتز. بتاخد ايه? تو انبوتز. اول انبوت فيهم هو الفايل نيم. الفايل نيم. تاني انبوت فيهم وهو الاوبن مود. الاوبن مود. يعني ايه الكلام ده? هنا هي عبارة عن سترينج. وهنا بردك عبارة عن سترينج. تمام? عبارة عن سترينج. طيب. الاول الاول جلي هنا ممكن اكتب. خلاص? ممكن اكتب اسم الفايل بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه. على سبيل المسال. اه تيكست دوت. تيكست بالامتداد بتاعه. لازم اكتب بتاع الفايل اللي انا عايز اعمله اوبن. او. او الشكل التاني هنا. اهو خلينا نكتب الاتنين مع بعض. ده رقم الاتنين وده رقم ايه واحد. او الباس تو فايل. يبقى لاما تكتب لي اسم الفايل بس. خلاص? لاما تكتب المسار الكلي اللي موجود في الفايل. طيب امتا استخدم الاسلوب الاول وامتا استخدم الاسلوب التاني? جلي. لو ملف البايسون الكود بتاعك اللي مثلا على سبيل المسال هنا فايلز اند جي و اي. لو الملف ده موجود مع الملف ده في نفس اللوكيشن. خلاص. يبقى مش لازم تكتب الباس بتاع الفايل ده. يبقى لو الاتنين دول موجودين مع بعض في نفس اللوكيشن. خلاص. يبقى مش لازم ايه? مش لازم تكتب الباس كله. لكن مثلا هنا انا التست او الملف ده اخد اسمه. اهو عشان ما باشي كتبه غلط. تمام? الملف ده اهو في مكان. ده الباس بتاعه. طيب الكود بتاعنا بقى اللي انا باكتب في ده. فين? ده في ثانية واحدة. هنا لكتشورج وان. لكتشورج وان. هنا هو. خلاص? فين? ادي ملف الكود اللي هو فايلز اند جي او او. فايلز اند جي او او. اه يبقى الكود بتاعك في مكان. والفايل في مكان تاني. اه ففي الحالة دي لازم تديني الباس الكلي بتاع الفايل ده. يعني تاخد المسارك ده هو. وتضيفه على الكود بتاعك. تغير الحتة اللي انا كتبها دي باس تو. وتكتب الباس كلي بالشكل ده. تمام? لكن هنا مسلا في تست اتنين ضد تكست. اهو تست اتنين ضد تكست. اه تست اتنين ضد تكست اللي هو ده. تمام? موجود فين? موجود مع الفايلز اه اه اند جي او اي موجود مع بعض في نفس المكان. اه فعشان كده انا مش لازم اكتب الباس الكلي. اما الملف التاني ده? لا. ده الملف ده موجود فيه مصارك مختلف. تمام? فاتر ان انا ايه اكتب الباس الكلي. طيب ده بالنسبة لأول انبوت بالنسبة لفونكشن اللي اسمها اوبن. طيب تاني انبوت تاني انبوت. جلي ده اسمه المود اللي انت هتفتح فيه الفايل. يعني ايه المود اللي انت هتفتح فيه الفايل? يعني انت عايز الفايل ده تعمل به ايه? جلي انا عندي تلاتة مود اساسيين. تلاتة مود اساسيين. الار فور ريدنج مود. يعني انت فاتح الملف ده عشان تجرى منه. تاخد منه بيانات. تاخد منه حاجات مكتوبة. طيب دابليو اه ده فور رايتنج مود. انت هتكتب على الفايل ده. تكتب جوا. طيب الايه? جلي المود اللي اسمه ايه? ده فور اب بنت. انت عايز تضيف حاجات على اللي مكتوب. تضيف حاجات على اللي مكتوب. يبقى هنا في الكود. لا اما اكتب ار. تمام? لا اما اكتب مثلا اه دابليو. لا اما اكتب الايه. يبقى ده بيوضح لي انا عايز الملف ده اعمل بي ايه? يبقى. فور ريدنج. عشان تكتب عليه. يبقى تستخدم من مود دابليو. طيب. اه اب بنت اضافة. يبقى تكتب للمود اللي اسمه ايه? يبقى انا عندي تلاتة مودز اساسيين. ده عملية الاوبن للفايل. خلاص? بعد كده عملية الكلوز للفايل. تمام? اي فايل. تمام? بيبقى واخد اه ريسورسز معينة. واخد مساحة من الرام. على سبيل المثال. يعني الفايل ده. اما حضرتك بتعمله اوبن. المفروض انه هو بيحصل لود على الرام. بيتحمل على الرام. طيب انت خلصت الشغل عليه. كتبت. جاريت. عملت اللي انت عايزه جوه الفايل. المفروض ده ان انت تكفل الفايل ده. عشان حضرتك المساحة اللي هو اواخدها. من جوه الرام. تفضى. والبيانات بتاعتك تكون محفوزة جوه الفايل. يبقى احنا بنكفل الفايلز ليه? لازم اه ان احنا بعد ما خلصنا اللي احنا عايزينها. تمام? لازم نعمل اه كلوز للفايل ليه? عشان فري اوب زي الريسوركسز. افضي الريسوركسز اللي انا كنت اواخدها. تمام? مع الفايلز. طيب عملية الكلوزنج بقى جفل الفايل بتتكتب ازاي? قلي. هنا بتستخدم اسم الابجيكت بتاعك او اسم الفايل يعني. تمام? اه بتاعك مسلا. فايل وان دوت كلوز. يبقى بتستخدم الفونكشن اللي اسمها كلوز عشان تكفل الفايل بتاعك. دي ببساطة خالص ازاي بنكفل الفايل? يبقى عندي اوبن عشان اوبن الفايل بتاعي وكلوز عشان اكفل الفايل بتاعي بعد الاستخدام. يبقى احنا عندنا ما بين الاوبن ما بين الاوبن والكلوز هنا لازم افتح الفايل. وبعد كده اهمل الا انا عايزها. work with the file. اشتغل بقى مع الفايل اللي انت عايز. وبعد كده بعد ما تخلص الشغل بتاعك مع الفايل اعمل ايه? اعمل كلوز للفايل. يبقى دا التكتيب اللي احنا هنمشي عليه. اوبن وبعد كده اشتغل على الفايل زي ما انت عايز. read write append تمام? وبعد كده اكفل الفايل بتاعك بعد ما تخلص ايه الشغل اللي عليه. تمام? طيب. عملية الكلوزنج بتحصل باكتر من اسلوب. ممكن حضرتك وانا بعمل close للفايل يحصل مشكلة. في مشكلة في عملية الكلوز. تمام? في مثلا data اتكتبت غلط. في data لسه ما تنجلتش. لسه موجودة على ولسه ما تنجلتش الى الفايلز. تمام? الفايل دا هصل له دامش باي شكل من الاسباب. تمام? يبقى ممكن يحصل اثناء البرنامج وهو شغال اثناء بتاعه. ممكن يحصل مشكلة في الفايل. والمشكلة دي هتطلع لك exception. يعني خطأ. الخطأ ده بيوجف البرنامج. بيخلي البرنامج يجف ما يكملش شغل. اه جالي طب في الحالة دي اعمل ايه? جالي الكود. الكود بتاع الفايل. الاوبريتنج مع الفايل. يتحط في الستيتمنت او ما بين الستيتمنت. اللي اسمها تراي وفاينالي. تراي وايه? وفاينالي. يعني ايه الكلام ده? تعالوا نشوف في الكود هنا. انا عندي. وانا عايز اعمل من اول الاوبن. من اول الاوبن بتاع الفايل. ابدأ استخدم تراي. تراي. بقول بعلم او بقول للبيسون فيها. خلي بالك يا بايسون. لو في مشكلة حصلت تراي. لو في مشكلة مثلا الفايل ده انا مش عارف افتحه. الفايل ده انا ما عنديش برجميشن عشان اشتغل عليه. الفايل ده اصلا مش موجود. انت عايز تعمل اوبن لفايل مش موجود. الفايل ده مصاب بالفايلات مثلا. لاي سبب من الاسباب فيه انت مش جادر تفتح الفايل ده. البايسون مش عارفة تفتح ولا تتعامل مع الفايل ده. تمام? فبقول لها تراي وفاينالي. اه لو حصل مشكلة عندك. لو حصل مشكلة في عملية الاوبن او اي اوبريشن تانية. لاحظ الخطوة دي هتضاف هنا. او اي اوبريشن تانية انا عايز اه اتعامل بها مع الفايل. لو حصل اي مشكلة اطلع من الفايل ده خالص. تمام? بس اما يعني اما تخلص البرنامج ده او تطلع بالاكسبشن بتاعك اعمل لي ايه? ماي فايل. خلص ما هي مكتوبة تحت. احنا ايه? انا اخد ماي فايل اتنين دوت كلوز. يعني سواء حصل مشكلة او ما حصلش او ما حصلتش مشكلة اعمل ايه? كلوز لي الفايل بتاعي. يبقى تاني انا ما بين بستخدم الستيتمنت اللي هي تراي وفاينالي. ليه? قال لي انا بستخدمها عشان اه اتجنب اي مشكلة تحصل اثناء عملية الاوبن للفايل او اثناء عملية الرايتنج او الريدنج من جوه الفايل. لا اي سبب من الاسبال. طيب لو ما حصلش مشكلة والحمد لله يعني الفايل بتاعنا سليم ومش كربطد ولا في اي مشكلة. اه هيطلع يعمل ايه? يلاقي دي كلوز فايل فيعمل كلوز للفايل. طيب لو حصل اكسبشن لو حصل خطأ. وانا مش جادر اكتب جوه الفايل ده لأي سبب من الاسباب. اه جال لي يطلع من الجزئية دي من البلوك ده البلوك اوف كود ده يطلع منه هيلاقي مين? هيلاقي فايل اه تو دوت كلوز اكفل الفايل. حتى لو حصل مشكلة اكفل الفايل. ليه? تاني. انا ليه لازم اتأكد ان انا عملت كلوز للفايل. جلي عشان افضل اللي انا اواخدها. الفايل ده ساعات بنشتغل فيه فايلز اه احجامها كبيرة. بالميجا بايتس او بالجيجا بايتس. طب ما الجيجا بايتس دي اواخدها مساحة كبيرة جدا من الرجام. لازم تكفل الفايل عشان تفضي اللي انت اواخدها دي. تمام? فدي تاني اسلوب من اسليب عملية الكلوز للفايل. احنا الاسلوب الاول ان احنا عملنا كلوز للفايل عادي. بس انا قلت لك ممكن يحصل مشاكل اثناء التعامل مع الفايلز. اكسيبشنز. توجه في البرنامج. فعشان كده استخدمنا التراي والفايل دي. تمام? اه في اسلوب تاني من عملية تالت بقى اسلوب من عملية الكلوزنج للفايلز وهي استخدام الوز استيتمنت. ودي احسن طريقة تعمل بها كلوزنج للفايل. يباني عندي الكلوز العادي. الكلوز باستخدام التراي والفايل دي. لكن احسن طريقة بنكفل بها الفايلز ونبقى متأكدين وضمنين ان اه اه لو حصل اكسيبشن اه لو خلصت شغل الدنيا هتتجفل والفايل هيتجفل بشكل صحيح. هو الويز استيتمنت. طيب بتتكتب ازاي? الويز استيتمنت او الويز بلوك اه اه اجلي هنا. خليني يبص اكتب لك الكود اهو. ده الاسلوب الاول من عملية الكلوز. ما الفايل. ده الاسلوب التاني اهو. الاسلوب التالت بقا. جل باستخدام الويز استيتمنت. اه جل لي. تكتب وز. خلاص. اوبن. الدلة اللي اسمها اوبن. تمام? ونفس الشكل بتاعك ده. نفس الاستيتمنت. خلاص بتاعتك. از. فايل. از ماي. فايل. مسلا خلينا نسميها ماي فايل تو. وضبل اه او الكولوم. وعد كده تنزل تحت. وتتعامل مع الفايل عادي. يبقى دي. الطريقة اللي احنا بنستخدمها او الويز استيتمنت. وز اوبن. الفايل ده. في الابند موت. از ماي فايل. يبقى اسم الفاريبل بتاعك ايه? اسم الفاريبل بتاعك هنا ماي فايل. يبقى انت اما تيجي تتعامل تتعامل مع كلمة مواي فايل تو. وهنا نفس الكلام اما تيجي تتعامل مع الفايل تكتب عليه يعني او تاخد منه بيانات تتعامل مع مواي فايل تو. في كل الاسليب. سواء الاولى او التانية او التالتة. بس زي ما قلنا احسن اسلوب العمارية. ان انا ابقى اضامن ان الفايل بتاعي هيتجفل هي الويز استيتمنت. تمام? طيب كده اخدنا الاوبن والكلوز. تمام? بعد كده عملية آآ ريدنج داتا. عملية الريدنج داتا. جال لي آآ في الريدنج انا باستخدم من مود اللي اسمه آر. صح? مش احنا لسه جايلين من شوية. ان انا استخدم الار مود. الار فور الريدنج انا عايز اجيب اقرأ من جوه الفايل. اقرأ من جوه ايه الفايل? تمام? طيب بس عندنا شرط. لازم الفايل اللي هيتفتح في المود ريدنج لازم الفايل ده يكون موجود. لازم الفايل ده اصلا يكون موجود. اما لا انا هاجب لك الداة منين يعني هجرالك الداة دي منين. لازم الداة دي تكون موجودة عشان او الفايل ده يكون موجود عشان اقدر اجيب منه. تمام? تعالى نجرب. هنا الفايل بتاعنا اسمه تيكست. اه تيست. دوت تيكست. تمام? ده الفايل ده الاسم الاساسي بتاعنا. تمام? بس تعالى هنا في الكود انا هسميه مسلا اه تيكست تيست واحد اتنين تلاتة. ده اسم الفايل. تمام? الفايل ده موجود هنا. مش موجود. في اللوكيشن اللي انت مشاور عليه يعني ده. مش موجود الفايل بتاعنا. مش موجود. طيب تعالى مسلا. مسلا نعمل بنت. بنت مسلا اااااااااااااا موفني تيكست مسلا او هلو طو فايلز تمام? تعالى نعمل تاهلا نعمل ران للكود. ران. ران. فهنا طلع لي اكسيبشن اهو. طلع لي خطأ. خطأ اسمه ايه? فايل نوت فاوند ايرو. الفايل اللي انت عايز تعمله اوبن ده. تمام? اللي هو تيكست تيست اه مية تلاتة وعشرين. ده مش موجود. الفايل ده مش موجود اصلا عشان اعملك ليه اريد. عشان اجرالك منه. كمام? فلو حضرتك جربت ان انت تعمل اوبن للفايل. والفايل ده مش موجود. هيديك اكسيبشن اسمه او خطأ اسمه فايل نوت فاوند اكسيبشن. تمام? طيب تعالى نرجع الاسم زي ما كان. تيكست تيست دوت تيكست. تمام? ران. فهنا طلع لي ايه? هلو تو فايلز. يعني اشتغل او دخل جوه. دخل جوه البلوك اوف كود. ليه الوز استيتمنت. وبدأ ينفز فيها الكلام اللي انت كتبه. اي حاجة بقى انت كتبها هنا جوه البلوك اوف كود اللي اسمه وز استيتمنت. بدأ ينفزها. وما طلع ليش اي خطأ. ده الشرط. بنستخدمه عشان اريد من جوه الفايل. عشان تريد الاول لازم تكتب اسم الفايل بتاعك. اللي هو احنا انتفاجنا هنا اسم الفايل اللي يعبر عن الفايل اسمه ماي فايل تو. تمام? في الدلة اللي اسمها ريد وريد لاينز وريد لاين. تمام? يبقى انا عندي تلاتة تلاتة بنستخدمهم في عملية ايه? مع المود اللي اسمه ر. ولازم حضرتك تتأكد ان هنا طالما في المود ر يبقى لازم الاجي واحدة من التلاتة دول. بس واحدة من التلاتة دول. يعني ما لاجيش مثلا مع الار فونكشن اسمها رايت. ليه? لان ده ده عايزة مود عملية الرايتنج. لكن انت فاتح الملف في عملية الريد. يبقى لازم كل الميثود اللي انت تستخدمها مثل الريدنج. عملية القراءة. طيب. ماي فايل دوت ريد. الاول. دوت ريد. اديني ريد الفايل ده. جالي الدلة اللي اسمها ريد. بتجيب لك كل محتوى الفايل. بتجيب لك ايه? كل محتوى الفايل. حتى لو كان سطر سطرين عشر سطور ميت سطر. تمام? بتجيب لك كل محتوى الفايل. طب تعالى نتأكد كده. برينت لي ماي فايل تو دوت ريد. نشوف هتطبع لي ايه? طبعا الفايل نفسه. الفايل نفسه اهو. مكتوب في ايه? مكتوب في ايه ايام حمادة ميت اوشن يونيفورستي. تمام? فنيجي هنا في الكود بتاعنا. نعمل ران. فهنا جاي اللي ايه? ايام حمادة ميت اوشن يونيفورستي. طبعا فيه لاين هنا. لو جينا عند الفايل. تمام? اللي هو الباك سلاش ان اللي مكتوبة في الاخر. خلاص? فهنا عمل لك ايه? هو جاب لك كل اللي مكتوب في الفايل. تمام? طيب. في ريد مسلا اه عشرين. تديني رقم. رقم معين. ايه الرقم ده بيدل على ايه الرقم ده? جلي بيدل على عدد الحروف اللي انا بجيبها لك من جوه الفايل. اولا خلي بالنا ان انا بتعامل مع الفايل از ايه? لست اوف كاراكترز. يبا البيسون شايفة شايفة الفايل بتاعك ده والكلام اللي مكتوب جوه الفايل ده شايفة على هيئة ايه? شايفة على هيئة لست اوف كاراكترز. لست اللي احنا اتكلمنا عليها. اوف كاراكترز. مجموعة من اه الحروف. الله فخليني اكتبها اهو قدامك. يبقى. ريدنج. ريدنج. زي فايل. از از اي لست اوف كاراكترز. مجموعة من ايه? مجموعة من الحروف. فانا هنا اكني بقول لك هاتلي عشرين حرف فقط. خلينا يعني ايه? نجرب بس ايه? خمس حروف. تمام? فانا اجريب لك ايه? ايام بس. طب فين الخمسة دولة عدهم لي كده? اهو تعال افتح الفايل معي. اعمل بس زوم كده. ادي واحد. اتنين ده المسافة. المسافة بتتعد كحر. ادي تلاتة. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? والمسافة اللي بعدية كده خمسة. يبقى انا اجريب لك لغاية مين? لغاية كلمة ايام فقط لغير. يبقى دولة الخمس حروف اللي انت عايزهم. تمام? مسلا خلينا هنا نقول له انا عايز اول عشر اول. شفت الكلمة طلعت ايه? اول. هو بيعد من الاول. اه عشرة. اه غن. فجلي هنا ايام حمادة. طب اه وحرف الايام مش باين بتا حمادة. طيب. عد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. يبقى دولة ايه? العشر حروف اللي انت عايزهم. خلاص فهم دولة ايه? اللي رجعودي. يبقى الدالة اللي اسمها ريد. ممكن لو انت ما قطتهاش رقم هتجيب لك كل اللي في الفايل. لو انت قطتها عدد معين هتجيب لك عدد الحروف دوة. بس فقط لغاية. هتجيب لك عدد الحروف دوة بس. طيب. آه دي من اسمها. انا هجيب لك سطر. سطر واحد بس. طب هو هيعرف السطر ده ازاي? يلي اصلا في نهاية كل سطر من الفايل بتاعك ده. في نهاية كل سطر. في حرف هنا بيتكتب اللي هو الباك سلاش ان يعني في حرف مكتوب بس حضرتك مش شايفه. مش شايفه دو حروف بتتكتب بس مش بتزهر اسناء الكتابة. تمام? فهو اول ما يلاقي الباك سلاش ان دي خلاص يبقى كده نهاية السطر بتاعك. يبقى انا لو قلت له هتلي لاين? يبقى هيجيب لي لاين ده وبس. تمام? اول لاين. تمام? فانا هنا رن. فهنا اجاب لي مين? اول لاين. ايام حمادة. وده لاين ايه الاول? يبقى دي احنا بنستخدمه عشان اجيب لاين. لو انا بادئ الفايل يبقى هيجيب لي اول لاين. تمام? طيب. لاينز. اه ده هيجيب لي كل كل اللاينز اللي موجودة. كل اللاينز اللي موجودة. فهنا لاحظ لاحظ. جاب لي. رجع لي الليست. الليستة دي فيها مين? الليستة دي فيها اللاين الاول. بص الباك سلاش ان اللي احنا هاجلنا عليها. اللي هي نهاية السطر الاول. وادي اللاين التاني. ومعاه الباك سلاش ان بتاعته اللي هو نهاية اللاين التاني. نهاية ايه? اللاين التاني. يبقى هو جاب لي لي لست. تمام? فيها فيها اللاينز اللي بيتكون فيها او اللي مكتوبة من اللي مكتوبة في الفايل. تمام? ممكن طبعا اسمي مثلا هنا لاينز بيساوي. ماي فايل دوت ريد لاينز. خلاص? يبقى اللي ستة اللي راجعة من آآ ريد لاينز اتخزنت فين? اتخزنت في اللاينز. ممكن هنا اقول له فور لوب. لاين. اين? لاينز? هامشي عليهم بقى لاين لاين. تمام? برينت. برينت لاين. اطبع للاين ده. خلاص يبقى انا جبت لستة من اللاينز. خزنتها في الفاريابل اللي اسمه لاينز. اه بدل لست يبقى ممكن انا اعمل فور لوب عليها. فهنا جاب لي اللاين الاول وجاب لي اللاين التاني. اللاين الفاضي ده اللي هو الباك سلاش ان. اللي هو اللي اللي بيتكتب. خلاص? يبقى ده كده التعامل او ازاي اريد من جوه الفايل. انا عايز اريد من جوه ايه? الفايل. خلاص? زي ما قلنا هنا لو عندي هنا آآ ماي فايل اوبن فايل في الكارنت دايريكتوري بتاعك. طيب. ده الفايل ده موجود مكان تاني? آآ جال لي. اسبيسفاي الفول باوس. اديني الباوس الكامل للفايل بتاعك. تمام? فيه اتريبيوتس. فيه? اتريبيوتس. او خصائص يعني. زي ما قلناها كده في الكلاس. اتريبيوتس. ليه الفايل. زي مثلا النام الموت وهل هو كلوزد ولا لأ? على سبيل المثال هنا مثلا لو انا عملت برينت ماي فايل تو دوت نيم. اديني اسم الفايل. اسم الفايل ده ايه? خلاص? يبقى الاتريبيوت اللي اسمه نيم ده انا باستخدمه عشان اجيب النام بتاع الفايل. فجال لي اهو النام بتاع الفايل هو ايه? طبعا هو هنا اجاب قولي بالباوس الكامل بتاعه. تمام? الباوس وآآ تيكست تست ضد تيكست. تمام? طيب. آآ مود ضد مود. آآ يعني المود اللي مفتوح في الفايل ده. انت فتحه ليه? آآ رن. فجال لي الار. الار ديه فور ريدنج. انا ده اديت بيوت. تمام? طيب بعد كده آآ آآ تكلوزถ من فحان فهنا فولز خلاص هو ليه فولز؟ هو لغاية الستاتمنت دي لغايت هنا الفايل كان اوبن. ما يتزال اوبن. بعد ما نفذ بعد ما نفذ الفايل الستيتمنت بعدها يعني مفروض بعدها الفايل كلوزد. يبقى هو في السطر ده ما كانش لسه تجفل. بس بعد ما الستيتمنت دي خلصت خلاص تجفل. ليه? لان الستيتمنت دي اخر موجودة في البلوك اللي اسمه اه ويز استيتمنت. تمام? يبقى دي مجموعة اتريبيوتز. نيم ريتيرن زفايل نيم. مود ريتيرن زفايل اوبنينج مود. انت فتحه دي. اه اه تشيك زفايل اس كلوزد او نوت. انت بتشيك هل هو اتجفل ولا ولا لا. تمام? زي ما قلنا هنا الريد بعدد معين من الحروف. الريد دي بتجيب لي كل الفايل. الريد لاين بتجيب لي سطر اول سطر من الفايل. ريد لاينز بتجيب لي مجموعة السطور كلها. هنا انا عامل اوبن للفايل من غير الوز استيتمنت. عشان كده هنا حضرتك لازم الاجي كلمة ايه? اف دوت كلوز. تمام? عملية الريتنج جوه الفايل. الريتنج. احنا اخدنا دلوقت الريت. الريتنج بقى. او الريتنج. يبقى لازم حضرتك تغير المدة تخليه دابليو. تخليه ايه? دابل. تمام? ما ينفعش. يبقى. ما ينفعش يبقى دابليو. والاجي هنا. الاجي هنا ريد. غلط. ليه غلط? لان انت فتحه في المود بتاع الريتنج. يبقى ما ما ينفعش تعمل ايه? ما ينفعش تعمل ايه? طيب. اه المود رايت. قال لي خلي بالك جدا. وانت بتستخدم المود اللي اسمه دابليو. ليه? طيب اخلي بالي ليه? قال لي المود دابليو بيعمل الفايل. بيكون الفايل لو مش موجود. يبقى الفايل ده. لو مش موجود مع الدابليو. هيتعمل. يتكون. يتكون فايل جديد. طب مع المود اللي اسمه ار. مع المود اللي اسمه ار. احنا قلنا لو الفايل مش موجود. هيطلع لك فايل نوت فاوند ايرو. في خطأ. الفايل ده مش موجود. اما مع الدابليو جالك لأ. انا دابديو. فانا بكون الفايل حتى لو مش موجود. يعني على سبيل المسال. تعالى مسلا هنا سميه حمادة دوت تاكست. واعمل هنا اي كلام. تمام? و تعالى نجرب نشوف اصلا الفايل الاسمه حمادة دوت تاكست ده مش موجود في اللوكيشن بتاعنا. هنا اهو مفيش فايل اسمه حمادة دوت تاكست ده. تمام? طب تعالى نرن الكود كده. ارن. اهو بص اشتغل ما اطنيش اكسيبشن. وطلع لي البرينت اللي جوه الويز ستيتمين. طب تعالى هنا اهو دي. بص الفايل ايه اتكون اهو. الفايل اتكون اهو. طبعا الفايل طبعا فاضي. لو فتحت وقت لجيه ملف فاضي مفوش حاجة. خلاص? اه يبقى الدابريو الدابريو بتعمل ايه? الدابريو بتكون الفايل حتى لو مش موجود. طيب لو موجود طيب لو موجود وفي بيانات على سبيل المثال اه تيكست تيست دوت تيكست. الفايل بتاعنا اللي احنا اشغالين عليه. ده موجود صح? موجود. وعملنا اريد منه من شوية. طيب انا هفتحه في الرايت. تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. خلاص? ما اعطنيش ولا حاجة. وطلع لي كلمة حمادة اللي مع البادي بتاع الويز. طب تعالى كده افتح تيكست دوت تيست ده. افتحه. فين بجا الايام حمادة? فين ميد اوشن يونيفرز? فين الكلام اللي كان مكتوب? جالي لأ اتمسح. طب ليه اتمسح? ما دي مشكلة الرايت مود. الرايت ايه مود? يبقى عشان كده اما قلتله خلي بالك وانت بتتعامل مع الرايت مود. ليه? لانه لو الفايل مش موجود بيعمله. طب لو موجود بيمسح كل اللي جواه. بيمسح كل اللي جواه. بيخليه فايل نيو جديد. ما فيوش ولا حرف موجود. خلاص? يبقى ده عشان كده الرايت مود ديه ناخد بالنا جدا واحنا بنستخدمها. تمام? لان تخيل مثلا انا عندي فايل فيه داتا مهمة. فيه بيانات مهمة. والفايل ده للاسف عملتله open btw. اه يبقى كل الداة اللي كانت موجودة جواه الفايل اتحذفت. كلها اتحذفت. طيب. رايت مود احنا زي ما قلنا بنستخدمها عشان اكتب. فعندنا مسلا هنا فايل تو دوت. عندي رايت الفانكشن. اللي اسمها هي رايت. تمام? ودي بنستخدمها ودي بنستخدمها خلاص عشان اكتب التكست جوا الفايل. هنا اهو. مثلا my name is حمادة. تعالى طبعا دي مش اعمل طبعا انا عايز اكتب اكتب جوا الفايل على طول من غير ما اعمل ايه البرينت دي. تمام? هنا اه رن خلاص طبعا ما عنديش اي اوتوبوت ولا اي برينت. تمام? بس تعالى نفتح الفايل بتاعنا. فهنا هلاجي كتب ال my name is حمادة. الجملة اللي انت كتبتها تمام? اللي انت اه كتبها في الكود بتاعك هو فتح الفايل وكتبها. تمام? طيب تعالى مثلا my name is حمادة and am working in mid ocean university. تمام? تعالى انا رن الكود. هل هيكتب تحت السطر دو كده تحتيه ال data او الجملة الجديدة دي ولا هيعمل ايه? رن. خلاص هو نفز. تعالى هنا. طبعا reload. اه عمل ايه هنا? اه مسح البيانات الجريمة. وبدأ يكتب من اول و جديد نفس ال light. طب انا عايز انزل سطر جديد. عايز انزل سطر جديد. جالى لا. انت اللي تكتب كده في الكود بتاعك. انت اللي تكتب كده. مسلا. انا عايز اكتب my name is حمادة في سطر. وعايز اكتب I am working in mid ocean university في سطر جديد. اه جالى انت اللي تعمل كده وتقول البايسون انزلي backslash in. الاسف يعني ناخد ال backslash in دي من هنا. خلاص. backslash in و ننزل my file to dot write. dot write. write في ال اي هنا. خلاص. عشان يكتب بالاسلوب اللي انت عايزه. يبقى كده هيكتب my name is حمادة. وبعد كده ينزل سطر. وبعد كده يكتب I am working in mid ocean university. run. خلاص. عمل. خلص كتابه. تعالى نعمل reload للفايل. فكده كتب لك السطر الاول ونزل سطر وراح كتب اللاين التاني. خلاص. يبقى هو مش هينزل line. مش هينزل. ان لما انت تقوله. انت اللي تقوله انزل سطري دي ازاي. بيه. ال backslash in اللي انت هتكتبها دي. ال backslash in هي اللي خلته نزل سطري دي. يبقى دي عملية ايه? ال writing. انا بستخدم فيها بس الميثود اللي اسمها write. زي ما قلنا. write بتكون الملف لو مش موجود. لو موجود. تمام? بتمسح كل ال data اللي موجودة فيه. ده المود التاني معانا اللي هو ال w. بعد كده المود ال abend. مود اللي هو ال a. هنا هنغير المود بتاعنا. ونخليها a. هيعمل ايه هنا بقى? ده مود اسمه اب بند. يعني ايه اب بند? جال لي يعني اضافة. ان انا اضيف الفايل اضيف ال data الجديدة على الفايل. يعني انا مش بمسح اللي موجود. اه يبقى. يبقى لو الفايل بتاعك فيه data وانت عايز تضيف عليها ما تستخدمش ال w. استخدم ال a. اللي هو ال abend. طيب. تعال مسلا. اه نضيف line جديد. مسلا. بعد ينزل سطر جديد. وبعد ما ينزل سطر جديد. تمام? يكتب لي. مسلا على سبيل المسال. اه. سايبر سيكيوريتي. اند اي 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 دي بوركتمنت. اند. اند اي تي دي بوركتمنت. عايزك تكتب لي الجملة دي. اه طب تعال انا ران كده ونشوف هيعمل اي بقى في ال data اللي موجودة. ادي الفايل بتاعنا اهو. في مين? my name is حمادة. اي ام ووكينج ان من اوشن ينورستي. ده الفايل. طب تعال نعمل ران للكود بتاعنا كده ونشوف هيضيف فعلا ولا لا. هنا خلاص هو خلص التنفيذ اه بتاعه. تمام? تعال نفتح الفايل. نعمل ريلوت. فين اعمل ايه? ادي اللاين الاول. ادي اللاين التاني. سبهم زي ما هم. وبعد كده راح ضاف لك اللاين الجديد. نزل سطح وراح ضفي اللاين الجديد. طبعا المسافة اللي انت شايفها في البداية دي. المسافة الصغيرة دي. اهي. المسافة دي جاية منين المسافة دي? المسافة دي هي المسافة اللي حضرتك سايبها دي. تمام? يبقى هو نفذ الترتيب اللي انت كتبه. طب تعال نحوش المسافة دي كده. ونرن مرة كمان. تمام? نشوف الفايل. نعمل ريلوت. فهنا ايه? فهنا جاب لي مين? جاب لي. الكتاب لي سايبر سيكورتي. خلاص? ومن غير المسافة اللي كانت مزع علينا دي. خلاص? اه يبقى الابند ده موت كويس لو انت عايز لو انت عايز تضيف على الفايل بتاعك. طيب الابند. احنا عندنا حاجة اسمها الفايل بوينتر. ايه الفايل بوينتر ده? يعني مؤشر الفايل. الفايل بوينتر ده. انت عارف المؤشر ده اللي بيزعج ويختفي ده. ده ده رايت بوينتر. يعني انا ما جي اكتب هكتب من اول المكان ده. هكتب من اول المكان اللي هواجف عنده المؤشر ده. خلاص? جاب لي في عملية الدابريو في الدابريو. في الدابريو. مؤشر الكتابة ده. مؤشر الكتابة دايما. دايما بيكون في بداية الفايل. عند الاندكس رقم صف. في الفايل. هو انا ليه قلت اندكس? ليه قلت اندكس? انا اصلا مش قلت لك انا في عملية الريد. انا برغ الفايل ده على هيئة لست. طب اول مكان جوه الليست هو يمش هو زيره. اه يبقى هنا اول مكان في الدابريو ده. في الدابريو الليست بتاعتي او. بتبقى فاضية. فانا مؤشر الكتابة دايما بيكون مواجف عند الاندكس رقم صف. طيب في الابنت. في الابنت. جال لي مؤشر الكتابة واجف عند اخر مكان. يعني هنا لو انا عايز اضيف حاجة على الفايل ده. اضيف كلام تاني على الفايل ده. مؤشر الكتابة واجف فين? مؤشر الكتابة واجف في اخر الفايل. اه زي ما زي ما واضح كده. ده مؤشر الكتاب. هو حاليا واجف هنا. اي اي write بيستخدام المود ابنت اه من من بعد ده. من بعد المؤشر ده يبدأ يكتب. طيب في عملية read. عملية تريد. جال لي لا. read انا زي write. بابا واجف عند اول اندكس في الفايل بتاعي. عند اول اندكس في الفايل بتاعي. يبقى تاني. يبقى هنا. اه ان is reading. في ال reading. اه will. بي اه 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 اي اه 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 Docs 0. واقف عند ال اكتبى مش بس ال reading. مع ال writing. في ال reading وفي ال writing اما اما 번째 فعملية في المود بتاع في اخر مكان عند ومن بعدها يبدأ ايه? يبدأ يكتب. يبقى كده اخدنا عملية ومعاها عملية ايه? الابند اللي هو المود اللي اسمه ايه? تمام? هنا بعد كده بقولك لو انت عايز تغير اسم الفايل او تعمل ديليت للفايل. الكلام ده المستخدمين في هذه الحالة هي ري نيم وريموف. بس عملية الري نيم وريموف دي بتحصل من خلال الموديول اللي اسمه او اس. واحنا اتكلمنا قبل كده عن الموديول اللي اسمه او اس اللي بيساعدني في عملية الاكسز ليه الهارد ديسك بتاعي. تمام? فهنا مسلا في البرنامج بتاعي. لو انا جيت هنا كده وعملت امبورت او اس. تمام? اه بعد كده بعد ما فتحت الفايل ومش عارفه اه كتبت جواه خلينا اه اه نكتب اي جملة تانية. اي ام هابي خلاص. بعد كده اقول له ايه? او اس دوت ري نيم. ري نيم ايه? ري نيم الفايل بتاعي. غير لي اسم الفايل بتاعي. طب فين الفايل? ادي الفايل اه. يبقى في اول حاجة انا بكتب اسم الفايل الجديد. طبعا والباس بتاعه لو هو في مكان مختلف. وبعد كده اسمه الجديد ايه? مسلا انا عايزك تسميه تست فايلز. بدل ما هو اسمه تيكست تست سمهولي تست فايلز. تمام? رن? عمل اوبن. كتب اي ام هابي. غير الاسم. تعالى نجرب ونشوف الفايل ده. طبعا احنا هنكفل ده. اه 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 مسلا كلوز. تعالى نشوف هنا. هنا فين بجا تيكست تست ده. اللي كان معمول لأ. ما اسمه تغير حاليا بجا مين? بجا تست فايلز. يبقى الاسم تغير. عملت له ايه. افتح وكده. اه هنا. ماي نيم ميت اوشن. اه سايبر سيكورتي. سايبر سيكورتي. وبعد كده ايام هابي. خلاص يبقى هو كتب. وبعد كده اغير الاسم. طيب. تعالى مسلا اه نعمل ديليت للفايل اللي اسمه حمادة دوت تيكست ده. تمام? اجي هنا اقوله ديليت. المسرد. اه لا مش ديليت ده اسمها ريموف. اسف. ريموف. ريموف. وهنا بتديني اسم الفايل. مسلا حمادة طبعا هو اسم الفايل اللي انت عايز تعمله ايه? ديليت على طول. خلاص. خلاص كتب. وخلص. وتعالى نشوف الفايل بتاعنا. هنا مفيش حمادة دوت تيكست اللي كان موجود. اتحذف. تمام? اه يبقى كده اخدنا ازاي اتعامل مع الفايل? ازاي اعمل اوبن للفايل? ازاي اعمل كلوز? وازاي اعمل read و write و append على الفايل بتاعنا. تمام? بعد كده ال command line interface. احنا هنا في البرنامج بتاعنا ده. احنا كنا بنتعامل مع مين? كنا بنتعامل مع الترمينال. بس ينطلع لي exception اهو. يقول لي file not found. ان الفايل اللي اسمه حمادة ده تحذر فهو مش لاجي فايل تاني عشان اسمه حمادة عشان يحذفه. تمام? احنا كنا في البرنامج بتاعنا ده. احنا كنا بنتعامل مع الترمينال. بنتعامل مع ايه? الترمينال في عمليات ال inputs وال outputs. على سبيل المثال مثلا اما اكتب كده اه اكس بتساوي اه انبوت. تمام? وبرينت ال اكس. فهنا مسلا وعملنا اران. فهنا هو كترمينال كبرنامج شغال بايه? شغال عن طريق الترمينال بتاعك. يعني هو هنا مستني منك انك تدخل له قيمة ال اكس. مسلا اي رقم بس خلاص. اما ما دوست انتر راح مديني الرقم اللي انا دخلته. اه يبقى كل اللي احنا كنا بنعملها والبرامج اللي احنا كنا بنعملها قبل كده كان كلها شغالة على الترمينال. شغالة على الترمينال. عشان اه ادخل data بالinput او ان انا اعرض data بالprint. تمام? لكن اللي بنعملها في الوقت الحالي بتبقى لها واجهة رسومية. يعني ايه واجهة رسومية? جل يعني اه رسومات حضرتك بتتفاعل معها. زي مثلا ان حضرتك تدوس على البطن ده تمام? عشان تشغل البرنامج بتاعك. ان حضرتك تدوس على السلة دي عشان تكفي للترمينال. ان حضرتك تدوس على التكبير والتزغير للفايل بتاعك كده. انك تتعامل مع الفايل مينيو. وتختار الوبشن اللي انت عايزه. اه دي اسمها واجهة رسومية. انت ما بتتعاملش مع الترمينال. اه انت بتتعامل مع رسومات. الرسومات دي اما حضرتك بتضغط عليها. تمام? بيبتدي ينفذ اكشن معين. بيبتدي ينفذ ايه? اكشن معين. ايه بقى? خصائص الكماند لاين انترفيز ده. او بنسميه كاختصار سي ال اي. سي ال اي اختصار لكلمة ايه? كماند لاين انترفيز. قللي هنا انت بتستخدم الترمينال او الكونسول. ويندو اللي هي. السي ام دي في الويندوز. خلاص? والترمينال في اللينكس والماك. بتستخدمهم عشان تنبوت الداتا بتاعتك وعشان تبرينت الداتا بتاعتك. طيب. الفيتشر او الصفات والخصائص. اللي البرامج اللي بنعملها باستخدام السي ال اي دو. جل لي. بيزد اون كوماندس. اليوزر انبوتس ان ترمينال. اه. اليوزر بيعتمد على كوماندس. اوامر. اوامر. انت لازم تكون حافظ اوامر معينة. زي مسلا اه لو عايزين اه مسلا نفتح الترمينال كده. هنا مسلا انا لو عايز اعمل حاجة معينة على الترمينال بتاعي لازم يكون في اه امر معين انا حافظه. زي مسلا بيب اه انستول واكتب اسم الباكيج او اسم الموديول اللي انا عايز اعمله ستب على البايسون او عايز انزله مع البايسون. اه يبقى انا باعتمد على الكوماندس لازم تكون حافظها. ولازم تكون حافظ ازاي بتتكتب الكوماندس دي. تمام? مسلا دي دي اول فيتشر. جل لي. مور افشنت. حاجة كف او كويسة. وفاستر. سريعة. تمام? ليه سريعة وافشنت والحاجات دي. لان هي مش بتحتاج ميموري كتير او بروسسنج باور. خلاص. لان هي بتتعمل زي ما قلت كوماندس. انت تكتب الكوماند او الامر وانا انفزه. فبيتنفز بسرعة. ومش بيحتاج ميموري كتير. تمام? requires memorizing command. زي ما قلت انت لازم تكون حافظ. memorizing command معناه ان انت حافظ الكوماندس دي. وعارف ازاي بتكتبها. وفي command بتكون complex. بتكون ايه? complex صعبة. خلاص. بس حتى لو كانت صعبة لازم حضرتك تكون حافظها. لان انت لو غلط في الكوماندس دي. مفيش الامر اللي انت عايزه او البرنامج دي اللي انت عايز تشغله او تنفزه. مش هيشتغل. يبقى يعتمد على عملية الحفظ في مين? في الكماندس اللي انت بتكتبها. take input from keyboard. ايو ما انا هنا مثلا عشان اكتب هنا مش انا بكتب من لحة المفاتيح. يبقى دا الانبوت الوحيد. الماوس مالوش دور. الماوس ماليش دور هنا. خلاص? انا بس باخد منك انبوت من الكيبورد فقط لغير. تمام? يوزرز كان نوت تشينج سي الاي ابيرانس. يبقى الشكل دا. الشكل دا حضرتك مش هتعرف تغير يعني مظهره. حتى وان كان التيرجونالز على اللينكس او على الماك. ممكن اغير لون الخط والحاجات دي. بس ما زال ما زال ايه? الشكل اللي انت بتدعمل قائمة file edit view. دولا انت ما تقدرش تلعب فيهم. ما تقدرش تغيرهم. خلاص? اه الكلام اللي بيتكتب هنا دا. تمام? ال 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 دي دي او الدولار ساين دي انت ما بتقدرش تحزفها او ما تقدرش اه تستغنى عنها. خلاص? اه يبقى المظهر العام لالسي ال اي انت ما بتقدرش تتحكم فيه. تمام? ده ال 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 اه سي ال اي. يعني كوماند ولا بتعتمد على ازرار. حضرتك بتدوس عليها كده. بتنفذ عملية معينة. اه جالي دي بتعتمد على العناصر المرئية. انت شايف قدامك العدد تمانية فانت بتدوس عليه. تمام? انت شايف قدامك المود او 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 انت شايف قدامك الحاجة. انت مسلا هنا عندك button تدوس عليه فعندك اختيارات. تختار منها نوع الالة الحزبة اللي انت عايزها. انت عندك عملية التكبير. عملية التصغير. اه فانت بتعتمد على icons. بتعتمد على ايه? icons بتتعامل معاها. خلي بالك بجا. اه الابليكيشن اللي بيتعمل باستخدام الجي او او اي بيستخدم ميموري كتير. وعايز بروسسنج باور عالي. كل ما زادت الكمبوننتز زي ما هنشوف. كل ما زادت الايكونات والبطنز اللي انت حطيتها على الجي او اي بتاعك. على واجهة المستخدم الرسومية بتاعتك. كل ما كانت محتاجة ميموري اكتر محتاجة بروسسنج اعلى. تمام? icons method reduce the required knowledge level. اه انت هنا مش محتاج تحفظ command. انا ما عنديش command عشان احفظها. لا انا بتعامل مع مين? مع الايكون. بدوس على ايكون يحسب. بدوس على ايكون يقبر. بدوس على الفايل مينيو. بدوس مسلا على البطن ده او عشان اغير لون الخط اللي احنا بنشاور به على سبيل المساعد. يبا انا بتعامل مع ايكون. تمام? take input from mouse and keyboard. اه الماوس والكيبورد. انت اما دست هنا على الايكون ده مش دست بالماوس ولا دست بالكيبورد. اه يبا الانبوتس بتاعتك الانبوتس في الجي او اي بتعتمد على مين? بتعتمد على لوحة المفاتيح وبتعتمد على الماوس. appearance can be modified to suit the user needs. عشان يناسب احتياجات المستخدم بتاعك. يبا انا ممكن اغير في الشكل. ممكن مثلا لو انا عامل الالة الحزبة دي. تمام? اغير في اللون ده. بدلا ما هو اه اه اخليه ييلو مسلا. اه اغيق في اللون اليساوي ده. بدل ما هو جرين اخليه بلاك. اغيق في اه الخط بتاع التسعة او التمانية او حاجة معينة. تمام? اخلي البلاس والماينس والمالتبليكيشن بولد. زي ما التسعة والخمسة والارقام دي هي بولد. ممكن انا اخلي العلامات الحسابية دي بولد. يبا انا ممكن اتحكم فيه المزهر. ممكن مسلا اخلي الانبوت ده. المكان اللي احنا بنكتب فيه العمليات الحسابية ممكن اخليه فوق. والده اللي بيزرق فيه الناتج اخليه تحت. تمام? فانا ممكن اتحكم واغير في المزهر بتاع الجي او اي ابليكيشن اللي انت عامله. اللي انت ايه? اللي انت كاتب الكود بتاعه. تمام? طيب. الجي او اي بيعتمد على برمجة من نوع خاص وهي برمجة الـ event driven programming. يعني ايه? event. event يعني حدث. انت بتعمل حاجة. driven يعني بينتج منها action. انت بتدوس على بتدوس على البطن ده. ده event. انت دست عليه. ضغط على البطن ده. انت دست. right click. right بالماوس يمين? فظهر لك مثلا. الليست دي. البوباب لست دي. تمام? اا عملت بالماوس او حددت بالماوس على اا كلمة معينة. خلاص? حددت بالماوس على كلمة معينة. فظهر لك مين? بوب اوب مينيو مختلفة. اه يبقى ده event. حضرتك بتعمل حاجة. وبالتالي بتتجم جوا الكود بتاعك الى action. الى ايه? action. خلاص? يبقى ngoi. the user generated events. الكليكس. اللي انت بتدوس عليها بالماوس. البطنز. اللي انت بتدوس عليها. trigger operations. اه. بتشغلك operations معينة. بتشغلك function معينة. تمام? الفونكشن دي بتعمل. somehow بتعمل حاجة معينة. يبقى انا عندي الكليكس اللي انا بعملها. خلاص? بينتج عنها event. event معين انت عملته. الـ event ده مثلا بيشغل لي function معينة. بيشغل لي function معينة. الفونكشن دي غيرت حالة البرنامج بتاعك. غيرت الـ appearance بتاعه. غيرت شكل البرنامج بتاعك. زي مثلا. انت ضغط على التمانية. فهو هنا. ايه اللي تغير هنا? اه العدد التمانية ده. اتكتب هنا. بعد كده ضغط على الـ plus. فالـ plus ظهرت هنا. يبقى الـ event اللي انت عامله. الـ clicks اللي انت بتدوس عليها. دي بتغير او بتعمل حاجة جوه الـ application بتاعك. انت ما دست على خمسة. ايه اللي حصل? ما دست انا كده على خمسة. ايه اللي حصل? هل ما حصلش حاجة? ما فيش حاجة اتعملت. لا فيه. ايه اللي حصل? ان العدد خمسة ده. اتكتب. اتكتب قد ما كنت شايفه. خلاص. يبقى فيه حاجة بتحصل. نتيجة ايه? نتيجة الماوس click. نتيجة البوتونز اللي انت بتدوس عليه. تمام? في الـ python عندنا موديولز كتير جدا بنستخدمها عشان اكسم واطلع جي او اي ابليكيشن. خلاص? من ضمن الموديولز دي عندنا الباي جي او اي الواكس والباي فورمز الباي سيمبل جي او اي وتكنتر واند مور في موديولز تانية كتير. هنا احنا هنستخدم باذن الله هو التكنتر موديول. التكنتر موديول من ابسط واسهل الموديولز المستخدمة عشان ابني بيها ابليكيشن جي او اي. التكنتر موديول موديول موجود مع الباي سن. ده الستاندرد موديول. ده الحاجة الاساسية اللي بتيجي مع الباي سن. حضرتك اما نازلت الباي سن عندك على الجهاز. نازل معها الموديول اللي اسمه تكنتر عشان تبني بيها جي او اي ابليكيشن. بيقدم لك فاست and the easy way to create جي او اي ابليكيشن. تكنتر بروفايد بارفول اوبجيكتوريانتد انترفيس. تمام? وكل الانترفيس ديه او الكمبوننت زي ما هنشوفها كلهم موجودين تبع تول كت او تبع كلاس معين اسمه تي كي. اسمه ايه? تي كي موجود. فيه التكنتر موديول. اه الانكلود زي ما قلنا مع الباي سن. يعني مش لازم حضرتك تعمل له انستول. مش لازم حضرتك تعمل انستول للموديول اللي اسمه ايه تكنتر دو. تمام? طيب عشان تستخدمه هتكتب for تكنتر او from تكنتر import يعني هتلي كل الحاجات اللي موجودة او اعمل لي امبورت لكل الحاجات. دي استريك معناها ايه? كل الموديول. الموديول كله. انا عايزه. استخدمه عندي في الابليكيشن بتاعي. يبقى هنا. خلاص? from تكنتر امبورت استري. يعني هتلي كل الموديول كله على بعضين. زي ما في الموديول مثلا اه امبورت او اس امبورت اه مسلا ماس. خلاص? او اخدنا مسلا اه فرم اه ماس ام اه امبورت مسلا اه صين. خلاص? انا عايز الصين بس من جوه الماس. هنا بجا انا بقوله انا عايز كل حاجة. استريك يعني كل حاجة. من جوه مين? التكنتر موديول. تمام? طيب ده عشان اعمل ابدأ استخدم التكنتر موديول. جال لي اول حاجة في التكنتر موديول وهي المسج بوكس. المسجز لي عنوان. تمام? وبيبقى لي مسج. حضرتك بتظهرها لي اليوزر. بيبقى لي ايكون. بيعبر عن المسج دي. يعني مثلا الخطأ ده. الاكس دي. عبارة عن اه اه ارور مسج. في خطأ. رسالة خطأ انت بتدهاله. والبطنز اللي بتظهر. خلاص? يبقى انا باستخدام المسج بوكس موديول. المسج بوكس موديول. بقدر اظهر مين? بقدر اظهر مسج بوكس لليوزر. طيب بنستخدمها ازاي? قال لي بنكتب مسج بوكس. وبعد كده الفونكشن نيم وطايتل. اللي هو مين التايتل? اللي هو التايتل ده? التايتل الفورما نفسها. المسج. المسج نفسها دي. المسج دي. وبعد كده الاوبشنز. الاوبشنز دي حاجة اوبشنال. اوبشنال يعني اختيار يعني ممكن تضيفها او لأ. خلاص? ايه الاوبشنز دي? يعني البطنز. ايه هي البطنز اللي هتزهر اوكي وكانسل? ولا كانسل بس? ولا يس بس? ايه شكل البطنز اللي هتزهر? خلاص? يبقى الفايل الفونكشن نيم بيقول لي it represent and appropriate message box function. مسلا زي ما هنشوف عندنا هنا في عندي show info. دي معلومة. message box. بازهر لك فيها معلومة. show warning. تحذير. show question. تمام? ask yes. no cancel. yes و no cancel. يعني تلاتة بطنز. تمام? يعني تعالى نشوف مع بعض الكود ده واحدة واحدة. تمام? انا هشغل بس اول واحدة بالشكل ده. ونشوف ايه بقى المسج بوكس? show info. معلومة. تعالى مثلا نرن. فينا جلي اهو. ادي المسج بوكس اللي زهرت. التايتل بتاعها هو التايتل اللي انت كاتبه. والانفورميشن اللي انت كاتبه هي المعلومة اللي زهرة قدامي. وده اللمبة دي اللي زهرة هي بتاعت show ايه? show info. واوكي. تمام? يبقى مسلا title. اه مسلا first message. مسلا هنا. هلو تو جيو اون. تمام? هلو تو جيو اون. وهنا بطن اول ما تدوس عليه البرنامج يخلص تنفيذ. دي show info. خلاص? تعالى نشوف الشكل التاني. show warnings. خلاص? تحذير. اران? اه بص هنا بجاء اللي تغير. اللي تغير بس هو مين? الشكل الايكون اللي موجود. لكن التايتلات زي ما عارفنا ان انا ممكن اغيره. كلمة warning دي هي كلمة warning اللي انت كاتبها. والبطن اللي اسمه اوكي. يبقى الفرج ما بين شو انفو وشو وورننج هو مين? هو شكل الايكون اللي مع المسج بتاعتك. طيب تمام? تعالى نشوف. اه شو ارور. الخطأ. اه ران. اه جل هنا. نفس الكلام. ادي شو ادي الايكون بتاع ايه الايرور. اه يبقى نفس الكلام عندي تايتل وعندي ميسج وعندي الايكون اللي بيزهر معايا. تمام? طيب بعد كده. شو? اسك? 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 ده سؤال. سؤال. التايتل بتاع النافذة ايه? وانا بسألك سأل. دو يو اه لوف جيو ار? الا لأ. اه ران. اه هنا بقى بص الاختلاف هنا. اه اسك? يبقى ممكن يس او نو. دو يو لوف جيو ار? يس. اه يبقى في عندي تو باطنز. في عندي ايه? تو باطنز. يس ونو. اما في الشو ديه كان عندي حاجة واحدة بس اسمها اوكي. اما هنا بقى انا عندي مين? انا عندي يس ونو. ممكن اخد الاجابة بتاعتك ايوة. ممكن مش هنا بسألك سؤال. اكيد ليه السؤال ده ليه اجابة. مسلا الانسر بتاعك بيساوي كزا. بيساوي البطن اللي انت دوست عليه هنا. انت دوست يس. فمسلا هتتخزن في الفاريول ده. انت دوست نو. ففولس مسلا هتتخزن في الفاريول ده. دعانا نعمل برينت لي اه الانسر. ده. ران. فادي. يس. فكتب لي هنا ايه? يس. انا دوست على يس. ران. نو. فكتب لي هنا. نو. الانسر بتاعك اللي انت اخترته. طيب. تعال نجرب النوع المسج الاخير. وهو. اسك. ده سؤال. يس. نو. كانسل. اه. يس. نو. كانسل. ده ترتيب البطنز. ترتيب ايه? البطنز. تعال نجرب كده. ادي اهو بقى هنا فيه تلاتة. يس. ونو. وكانسل. يس ونو وايه? وكانسل. طبعا انا دوست كانسل. فاعطاني ايه? نون. مسلا انا دوست يس. فاعطاني ترو. انا دوست مسلا اه نو. فجال لي فولس. خلاص. اه فكده الاول جيو اي اتعلمناه هو المسج بوكس. ان انا ازهر ليك مسج. بدل ما ازهرها لك في الترمينال هنا. واجل لك على سبيل المسال مسلا. اه برينت. خلينا ناخد السؤال دو كده. بدل ما اتعامل بقى بال بالترمينال بالشكل ده. هنا اهو. اه دو يو لايك جي او اي? يعني اللي هي البرينت دي. لا انا حاليا عايز اتعامل مع مين? مع الجي او ايز دي. اه. خلاص. فانا احنا عايزين نتعامل مع الجي او اي وننسى بقى موضوع ايه? الترمينال ده شوي. طيب. انا عايز بقى اكون انا شكل الجي او اي بتاعي. جلي عشان تكون شكل الجي او اي بتاعك. لازم اولا تستخدم او تكون او بتقسم اول جزئية في الجي او اي بتاعك وهي الفريم. الفريم هي المستطيل مساحة مستطيلة. تمام? زي دي كده. زي النافذة اللي كانت بتظهر في الرن. اللي هي النافذة دي كده. اسمها فورب. دي اسمها فورب. بس انا عايز اتكون انا الفورم بتاعي. انا عايز احط البطنز و اكون الكومبوننتز بتاعت الجي او اي بتاعي. دي ده جي او اي موجود مع البارسون. يعني البارسون هي اللي عملته. انا معاملتش حاجة. انا بقول له اسكي اسو نو كانسل. وهو بيبين للشكل. انا عايز بقى انا اعمل الشكل بتاعي. تمام? انا اعمل الشكل بتاعي. فجلي عشان تركسم الشكل بتاعك انت بتكون الاول حاجة اسمها ايه الفريم. هي الويندو اللي في الطوب. خلاص? اللي جواها هتاد الويدجيتس. الويدجيتس هنتعرف على الويدجيتس دلوقت. زي الليبولز البطنز الفريمز. تمام? تمام? وتعمل كولينج للمسود معينة اسمها من ايفنت لوب عشان تبدأ تحس باي ايفنت تبدأ تلسن على اي ايفنت حضرتك بتعمله. يعني تخيل كده ان فيه الفريم بتاعتك دي فيه اه تخيل معايا كده فيه ويتن كده اوزن اوزن باللغة العربية يعني الفصحة. فيه اوزن بتسمع كل حاجة حضرتك بتعملها. الكليكس اللي حضرتك بتدوس عليها. البطنز اللي حضرتك بتدوس عليها. ليه? لان احنا زي ما قلنا الجي او اي بيعتمد على الايفنت دريفن بروجرامنج. ايفنت حضرتك بتعملها واكشن بيحصل. نتيجة عن الايفنت اللي انت عملته. طيب اكون الفريم ده ازاي? جالي اه تعالي ناخد الكود ده وكده. ونبدأ نكون الفريم بتاعنا. جالي اولا بتنادي على او بتكون الفريم بتاعك. مسلا انا هنا مسميه. بتكونوا باستخدام المسود اللي اسمها تي كي. تي كي. وبعد كده بتبدي الفريم بتاعك تايتل. زي مسلا هنا من فوق او مش ليه تايتل اهو. مش ده ليه تايتل من فوق اهو. اه التايتل ده اسمه ايه? انا هنا باستخدام المسود اللي اسمها تايتل. تمام? عشان ادي اسم للفريم. مسلا زي من فريم اه تايتل. او مسلا ماي فريم نين. اسم الفريم بتاعك. طيب جيومتري جيومتري يعني الطول والعرض. حجم الفريم بتاعك كام? هنا تلتمية في تلتمية. تلتمية طول وتلتمية عرض. خلاص? لاحز ما بينهم حرف الاكس. حرف ايه? الاكس. خلاص? الطول في العرض. خلاص? هو ده ايه? الحجم او الجيومتري بتاعي. الطول والعرض بتاعي. بعد كده بقوله مين فريم مين لوب. مين لوب دي بتبدأ تخلي الفريم بتاعك يزهر. اول حاجة بتديس بلي الفريم بتاعك. تاني حاجة بتلسن. بتلسن على اي ايفنت حضرتك بتعمله. تمام? بتلسن على اي ايفنت حضرتك بتعمله. طب تعال نجرب كده مع بعض. ادي الفريم بتاعي زهر. اهو. ماي فريم نيم. طبعا الفريم فاضي ما فوش اي حاجة. خلاص? والفريم بتاعك تلتمية في تلتمية. تلتمية طول في تلتمية ايه? اعرض. طبعا البطنز دي شغالة. لو انا عايز اكبر النافذة او اه صغرها زي ما قلنا المين لوب بتلسن على اي حاجة انت بتعملها على النافذة دي بتاعتك. بتصغرها لتحت او بتجيبها تاني اهو. او بتكفلها. خلاص كده الفريم بتاعتك ايه? اتجفلت. يبقى اول حاجة انا ببدأ في تصميمها هي الفريم. بختار لها تايتل. بختار لها جيومتري طول وعرض. و لاحظ ان الفونكشن اللي اسمها مين لوب بتتكتب اخر حاجة. بتتكتب اخر حاجة. الويدجيتس. الويدجيتس هي الايكونز هي ايه? الايكونز اللي حضرتك بتضيفها على الفريم بتاعك. زي باطن زي الليبل زي آآ آآ لستة. وحضرتك بتختار منها الراديو باطن اللي تشيك بوكس. اللي انت بتزود القيمة دي وبتنقصها من ان انت تسحب حاجة زي كده. تمام? يبقى انا عندي الويدجيتس في التكنتر مجموعة كبيرة جدا من ايه الويدجيتس. اللي انا ممكن اضيفها على مين? على الفريم جوه الفريم بتاعي اللي انا كونته. تمام? يبقى الويدجيتس is a graphical component. graphical component. بيتحط على الفريم. طيب بيتكون ازاي برا? اكون انا الويدجيتس بتاعت ازاي? قال لي تختار له اسم. اسم للويدجيت ده. بعد كده ويدجيت نين. اسم الويدجيت ده ايه? لابل ولا باطن ولا راديو باطن ولا تشيك بوكس. اسمه ايه الويدجيت بتاعي? بعد كده البرانت. ايه البرانت? قال لي where parent is the argument for the parent frame. يعني العنصر ده. الايكون ده اللي انت عايز تضيفه. يضف فين? فاني frame هيبان فين الباطن الويدجيت ده? هحطولك فاني frame تديني هنا اسم الفريم اللي انت عايز تضيف عليه من الويدجيت ده. وبعد كده الoptions ودي بتختلف من ويدجيت للتاني. الoptions بتختلف من ويدجيت للتاني. على سبيل المثال لو انا عايز اضيف لابل ويدجيت. اللابل ده بوكس. خلاص? بيظهر فيه تيكست او اميج. خلاص? ايه التيكست اللي بيظهر مع البوكس ممكن اعدله فاي وقت. على سبيل المثال تعالى ناخد دوه كده. وهنا مسلا. طبعا هو مديني خطر فروط لان الفريم بتاعي اسمه mainframe. بالشكل ده. طيب تعالى نرن كده ونشوف الشكل. اه هنا ما ظهرش ليه. ما ظهرش ليه اللي بيه بتاعك اللي انت اه اللي مكتوب عليه. دي جيجة بالزبط. وهقول لك ايه السبب عدم ظهور اللابل ده. ايه سبب عدم ظهور? لان في حاجة هنستخدمها اسمها المانجرز. المانجرز ليه الويتجيتز بتاعتنا. تمام? ليه ما ظهرش زي ما قلنا? لان فيه مانجر. هنتعلمه دلوقتي. هو اللي مسؤول عن اضافة الكلام ده. عن ظهور الويتجيتز على الفريم. تمام? يبقى انا عندي اللابل هو مكان بيظهر فيه نص او صورة. والنص لو كان نص ممكن اعدله. اه بيتكتب ازاي? زي ما قلنا كلمة لابل. خلاص? والروط ده اللي هو اسم الفريم بتاعك. انت مسميه ايه في الكود? انا مسميه mainframe. يبقى خلاص يبقى اسمه هنا اسمه mainframe. هو النص اللي هيزهر على اللابل. تمام? بعد كده button. button هو المكان مثلا زي اوكي وكانسل والحاجات دي. اه button ده عشان بنستخدمه عشان انفز اكشن معين. اول ما حد يعمل عليه click. خلاص? ممكن البطن اضيف عليه نص واضيف عليه صورة. خلاص? واحدد له هو اه ايه الاكشن اللي هيعمله اما حد يدوس عليه. خلاص? تعالى مسلا نشوف شكل بعد كده هنشوف عملية الاضافة. هنا طبعا اله mainframe. اه button ده اسم الوديت. mainframe ده اسم الفريم اللي هيزهر عليه البطن. تيكست هو التيكست اللي هيبقى مكتوب على البطن. اف جي ده ال 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 باك جراوند ال 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 البطن. لون خلفية ايه? البطن. يبقى دي? دي كلها دي ايه? اللي هي الاختيارات اللي انت ممكن تكتبها وممكن لا. بس هنا على الاقل لازم تديني مين? لازم تديني التكست اللي هيزهر على البطن. تمام? طيب بعد كده عندنا مين? عندنا الانتري. الانتري هو مكان. مكان حضرتك بتكتب فيه سترينج. زي مسلا اما اقول لك اديوزر نيم مسلا وهنا كده مكان حضرتك تكتب لي في اديوزر نيم بتاعك. اه يبقى اكسبت سنجل لاين اوف ايه تكست. هو الانتري هو مكان بدخل فيه الدياتا. بكتب فيه الدياتا بتاعتي. تعال نشوف هنا. طبعا المين فريم مارجر كمان. خلاص. الويدز هو العرض. يعني حجم الانتري دو ان الطول بتاعه ده. الطول بتاعه دو جديه. الحتة دي كده. كام? 20 بيكسل مثلا. من حجم النافذة بتاعتك. خلاص? ده مكان. اكتب فيه داتا. التشيك بوكس. شكله ايه التشيك بوكس? اللي هي المربعات دي كده. وبيبقى انا حط على على واحد منهم او على اتنين منهم او كلهم علامة ايه صح. خلاص? ده بتظهر. ويه اليوزر ممكن يختار مين? يعمل تجل او يعلم على التشيك بوكس دي. طيب. تعالى نتجرب ونشوف ايه الكلام ده كله ده المكتوب. انا هنا عندي. هنا طبعا انا عايز اللي تشيك بوكس ده. يزهر على المين فريم بتاع. يزهر على المين فريم. تمام? ده اوبشن وان. يعني مسلا هيزهر كده. تعالى اجسم لك الشكل لغاية ما نزهره. كده اوبشن وان. تمام? ومربع تاني كده ومكتوب عليه اوبشن تو. خلاص? يبقى ادقي اوبشن وان. التكست هو التكست اللي هيزهر جنبي مين? جنب اللي تشيك بوكس ده او اللي تشيك بوطن ده. تمام? وبعد كده عندنا في الفاريبل. الفاريبل ده احنا بنستخدمه عشان اخزن في قيمة الحاجة اللي انت عملت لها تشيك. انت عملت اختيار على ده. ده معنى ايه? علامة الصح دي معنى ايه? يعني ايه القيمة اللي انا اخدها واخزنها عندي وانت بتعمل علامة صح. اه ده اللي اسمه ايه? الفاريبل. اون فاريو يعني لو انت معلم على اللي تشيك بوطن ده. القيمة دي القيمة اللي انت بتسألنا عليها اسمها واحد. اوف فاريو يعني القيمة في عدم الاختيار زي كده في عدم الاختيار ده. القيمة دي اسمها ايه? زير. اه يبقى value one. فار one وفار two ده عبار عن انت فار. انت فار يعني انتجار فاريبل. انتجار ايه? فاريبل. خلص? الانتجار فاريبل ده. القيمة بتاعته بتتحدد من اللي تشيك بوكس اللي انت اللي انت حددت ايه? حددت علي. اللي تشيك بوكس اللي انت ايه? حددت علي. تمام? عندنا ايه كمان? عندنا راديو باطن. الراديو باطنز هي الدوائر دي. مسلا. دي اوبشن وان. وهنا دائرة تانية كده. واوبشن تو. اه هنا بقى انت عندك اختيار واحد بس. اختيار ايه? واحد بس. اختيار واحد بس. لا اما زي مسلا ما بسألك ميل ولا في ميل. فانت بتختار اختيار واحد فقط لغير. تمام? اه طيب. هنا جالك. اه عشان تكون الراديو باطن بتاعك. لازم يكون لهم نفس الفاريبل. يكون لهم ايه? نفس الفاريبل. بص هنا. نفس الفاريبل. فاريبل فار وان. فاريبل فار تو. طب اما في الشيك باطن. لا دي فاريبل فار وان ودي فاريبل فار تو. يبقى لو انت عندك. تلاتة تشيك بوكس. يبقى انت عندك تلاتة فاريبل. لكن لو انت عندك. خلينا ناخد هنا. خلينا ناخد الكود ده. تمام? ونضيفه هنا كمان معانا عشان يبقى كل الوادجيتس. معانا قدمنا. هنا لو انا عندي تلاتة راديو باطن. يبقى انا عندي فاريبل واحد بس. فاريبل واحد بس. بص هنا. فار وان. بس خلينا دي نخليها فار سري. تمام? لان وان و تو. الفاريبل اللي اسمه وان و تو ما كتوفه. فهنا نخليها فار سري وهنا فار سري. فاليو. يعني القيمة. القيمة بتاع الفاريبل سري. لو انت اختارت الاوبشن ده. يبقى قيمة واحد. لو انت اختارت الاوبشن ده. يبقى القيمة بتاعته ايه? باتنين. هي القيمة اللي انت اخترتها. انت ما بتعلم هنا على الاختيار ده او ده. ايه القيمة يعني? الاختيار ده بكام? قيمته بكام? اه قيمته انت بتحددها في الكود بتاعك. تمام? طيب بعد كده تكنت جيومتري مانجر. جيومتري مانجر ديه هي اللي بترتب او مسؤولة عن تكتيب وظهور الويدجتس على الفريم. تكتيب وايه? تكتيب وظهور. تكتيب وظهور الويدجتس على الفريم بتاعك. احنا عندنا تلاتة جيومتري مانجر. جيومتري مانجر. واحد اسمه باك جريد وبليس. كمان? كل واحد بيرتب بيرتب العناصر والويدجتس على الفريم باسلوب مختلف. على سبيل المثال. الباك مانجر. جال لي ده انا برتبهم هوروزونتلي تحت بعض. يعني بظهر اول كمبوننت تحتيه تاني ويدجت. تحتيه تالت ويدجت. تحتيه تحتيه يعني ايه? برتبهم تحت بعض. تمام? اما الجريد تمام? جال لي انا برتبهم على هيئة صفوف واعمدة. صفوف وايه? ادي العمود الاول. ده العمود الاول. وده العمود التاني. ودول على بعض كده هو الرو الاول. دولة ده في الرو التاني. اما البلايس. كم the place جال لي دي انا برتبهم على حسب كودينات يعني X و Y. يعني تديني فين المكان اللي انت عائز تركسيم فيه الويدجت بتاعك. ال x وال y بتاع بتع Τه. ال point بتاعك ال x وال y. اللي انت عايز تضيفهم او تركسيم فيهم الويدجيت بتاعي. على سبيل المثال زي ما قلنا هنا الباك زي ما قلنا ده بيرتبهم ايه على حسب هاروزونتري البلوك اا مانر اند زي كومبليت افيلابل ويدز از اوكيوباي. يعني بيفضل يحط الويدجيت كده جنب بعض. خلص الصف ده ينزل على اللي بعدين. تمام? خلص الصف ده ينزل على اللي بعدين. وهكزا. تمام? اما الجريد بيحطهم على هيئة التابل. التابل ده اللي هو ايه روز وكولومز. يحط ويدجيت في الحتة دي. ويدجيت في الكولوم ده. ويدجيت في السيل دي. وهكزا. تمام? البلايس زي ما قلنا ده بيشتغل بيه الكورديناتز. تعال ام تشوف مثال. مسلا هنا لو انا عندي ليبل. والليبل ده عايز اضيفه على الفريم بتاعي. جالي لو انت عايز تستخدم الباك يبقى تكتب بالشكل ده. تمام? يبقى مسلا هنا تعال ناخد الشكل ده. ونبدأ نضيفه هنا. اهو. باك سايد طوب. يعني حطه دي في سايد يعني جانب الطوب. تعال انا نشوف كده. هنا اه بدأ شمعنا باجا هنا. الليبل بتاعك ده. اللي بتاعه. اللي بتاعه. زهر. وباك الويدجيت بتاعتك ما زهرتش. اه لان لان الليبل ده هو المانجر اللي اسمه باك. هو اللي خلاقي ظهر. وخلاقي اترسم. على مين? على الفريم بتاعك. خلاقي اترسم على الفريم بتاعك. طيب تعال ناخدها من هنا. نشوف شكل البطن. شكله ايه? ران. اه اه ادي البطن اهو. اللون الخط هو red. والبوردر بتاعه او مقدار البروز بتاع البطن اتنين. ولايت بلو اللي هو السماوي ده. تمام? خلاص? وده قابل ايه clickable. هو ينفع ادوس ايه عليه. طبعا هو هنا مش بيعمل اي حاجة لان انا مش جاي اللي اعمل حاجة معينة. طيب بعد كده تعالى نشوفها في الانتري. نشوف الانتري شكله ايه. اه ده زي ما قلتلك ده المكان اللي انت بتكتب فيه. طيب هو انا ليه بحوشها طبعا نحطها كلهم مع بعض كده. ران. بص هنا. جاب لي كل مين? البطن والليبل والانتري اللي انا ادخل فيه البيانات بتاعتي. طيب تعالى نشوف او التشيك بوكس. التشيك بوكس. تمام? ران. ادي التشيك بوكس. خلاص? تظهر عندك ايه? ان انا ممكن اختار اي واحد منهم. الابشن وان والابشن تو. تعالى نشوف الراديو بطن. اه يبقى الحاجات دي ما كانتش هتظهر الا باستخدام. الا باستخدام مين? المانجر. الجيومتري مانجر. ران? اه عندي ايه? الراديو الراديو بطنز عندي اختيار واحد فقط لغير. لا تختار اوبشن وان لا تختار اوبشن تو. تمام? آه هنا اما الجريد جلي الجريد بقا انا بغسمها لك الى رو وكولومز. الى رو وايه وكولومز. تعالى نجرب عند اول واحد. اول واحد اللي هو اللي بو. ده يزهر عند رو رقم. الصف الاول ااا الاسم. 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 الاسم رقم زير. الاسم رقم ايه? زير. تعال انا نجرب مع بعض ونشوف ايه لا يحصل. ران? راح مطلع لي خطأ. مطلع لي ايه? خطأ. تمام? ايه الخطأ ده? هو بيقولك انت ما ينفعش تستخدم اتنين مانجر على الفريم الواحد. يعني ايه اتنين مانجر على الفريم الواحد. حضرتك انت بتقول هنا جرد. لكن انت مستخدم الباك. ما ينفعش دولة اتنين مانجر مختلفين عن بعض. هو مانجر واحد بس. اه يبقى تعال نحزف المانجر اللي اسمه باك ده. عشان اشوف تأثير المانجر اللي اسمه جرد. يبقى انا ما ينفعش استخدم تو مانجر على نفس الفريم. ران? هنا. بص هنا بقى. اه رو زيرو كولوم زيرو فارح اجابه لك في ايه? في اول مكان. تمام? طيب تعال ناخد الحتة دي كده. وارقول له. عند البطن خلهولي عند رو زيرو بس كولوم وان. كولوم ايه? وان ران. بص عمل لي ايه? رسمهم لي ايه? جنب بعض. ده الكولوم الاول وده الكولوم التاني. تمام? طيب خلهولي عند رو وان كولوم وان. هايزر فين اه اه ده. الرو التاني اللي هو ده? ده الرو الاول. خلاص ده الرو التاني. بس مش اول مكان تاني مكان بل. تاني مكان. اللي هو الكولوم رقم ايه? وان. تمام? تعال نرسم الانتري في الرو التاني. المكان رقم زير. لص? ران. بص هنا. ظهر لي مين? ظهر لي الانتري بتاعي في الرو التاني. اه? الويدز ده خلهولي عشرة مثلا. فهنا ايه? صغر شوي. صغر ايه? شوي. تمام? وهكزة بقا. يبقى انا نجد بزهر الكمبوننتي بتاعتي على ايه هو يو كولومست. اما دي فقط من اصعب الجيوميتر مانجر. لان انت بتحتاج ان انت بتحدد الاتس والاي اللي انت عايز تزهر فيهم الكمبوننت بتاعك. هنا تعال نشوف المسائل ده مع بعض عشان نشوف هو بيعمل ايه? هنا مثلان انا عندي بعمل امبورت للتكنتر والامبورت للمسيج اه بمسيج بوكس بعد كده بكون بكون الطب اللي هو الفريم بتاعي باستخدام التي كي وبعد كده عندي فانكشن اسمه هلو كولباك تمام ودي بتعمل شو لي شو آآ ماسيج شو انفو تمام بعد كده انا عندي باطن عندي باطن اه التكس بتاع اسمه هلو ولو دست على الباطن ده ايه الكماند اللي هيحصل ايه الحاجة اللي هتحصل لو انت دست على الباطن ده جلي لو انت دست على الباطن ده انا هنادي على الفانكشن اللي اسمها هلو كولباك انا هنادي على الفانجشن دي. تمام? واخلي المسيج ده ايه? يظهر. طبعا بعد كده ممكن اقول له ايه? بالشكل ده. انادي على المانجر اقول له البطن ده اللي اسمه بيه. اه يا باك ازهره دي. او ان انا ايه? انادي مع بعض في نفس اللاين. وما نساش كلمة ايه? اوعى تنسى كلمة من اللوب دي في الاخر. لو عملنا للبرنامج ادي الفريم بتاعك طبعا هو ايه صغير? اه لو انا هنا ادي كلمه اللو. لو انا دست عليها كده هيعمل ايه? هيزهر لي مين? هيزهر لي هلو وورلد. اه يبقى لو انا دست على الفريم بس كل ما هدوس عليه ينفذ مين الكوموند. اه يبقى هنا لو انت ضغط على البطن ده هينفذ كومند معين. ايه الكومند اللي هينفذو؟ ايه الامر الا هينفذو؟ جاللي انا هنادي على الفانجشن اللي اسمها كول هالو كول باك. تمام? طيب. هنا مثلا انا ببني الاحزبة صغيرة. الاحزبة. تعال ناخد الكود كله مع بعض واحدة واحدة. وبعد كده ننفزه. تمام? ادي الفونكشن الاولى. طبعا عارفين كلمة جلوبل. الجلوبل دي. اكيد خدناها جبل كده الجلوبل واللوكال في الفونكشنز. تمام? اه هنا. وادي الكلير فونكشن. انا باخد كابي وبعد كده بزو او بعد ال bondة بتاعي ادي الجي واي بتاعي ابتدى من اول هنا خلاص طبعا عايز اخليها في سطر الوحدية كده عشان تظهر بشكل كويس شكل الله يعني هو مثال يعني مش طويل يعني ما تستطولوش يعني كتير كده اه هو مثال سهل باذن الله خلاص انا عندي اه اه خلينا نبدأ من عند الجي او اي بتاعي ادي تي كي الفرين بتاعي التايتل بتاعي اسمه سيمبل كالكوليتور الطول والعرض بتاعي الفرين بتاعي متين وخمسين في مئة وثلاثين وايكوشن ده اكوشن ده نوعه استرينج استرينج ايه اه فار استرينج ايه فار خلاص وده بيمسلك الاكوشن بتاعتك المعادلة اللي انت عايز تحسبها تمام اول حاجة عندي الانتري الانتري هو المكان اللي حضرتك هتكتب فيه زي ما قلنا مكان حضرتك بتكتب فيه طيب التكست باريابل ده ايه هو التكست باريابل جل التكست باريابل هو الكلمة اللي هتظهر جوه الانتري الكلمة اللي هتظهر جوه الانتري هنا ايه الكلمة اللي هتظهر جوه الانتري هي الاكوشن هي الاريابل ده تمام واستخدمنا الجريد عشان يظهر لي مين يزهر لي الفيلد بتاعي ده او الانتري بتاعي بعد كده عملنا البطن ده التكست بتاعه وان مكتوب عليه كلمة وان والباكجراوند والبي جي الكماند ايه الكماند هنا هيحصل ايه لو انا دست على البطن اللي اسمه واحد ده جالي الكماند هنا ينادي على اه فونكشن ينفز لي لمدة فونكشن وهو انه هو ينادي على الفونكشن اللي اسمها بريس وان بريس وان فين بريس دي البريس دي فونكشن انا اعمله ليه البريس هاي وان خلاص وياخد القيمة اللي انت بعتها النمدة اللي انت بعته ويزوده على الاكسبرشن بتاعي يزوده ايه على الاكسبرشن يعني انت مسلا اما بتدوس وان خلاص فهنا تكتب ايه وان اما تدوس زائد فهنا زادت ايه البلاس دي زائد زادت على الاكسبرشن بتاعي بعد كده خمسة اه ايه ده زائد اه اتنين فكل ما تدوس حاجة القيمة اللي ما ده انتري ده ده انتري ده المكان ده انتري خلاص فكل ما بتكتب حاجة بيزهر في المكان ده فانا باخد الرقم اللي انت بتدوس عليه وبزوده على ايه بزوده على الاكسبرشن بتاعي بزوده على الاكسبرشن بتاعي نفس الكلام بقى عند تو والبلس ايه اللي هيحصل لو انا دست على البلاس دي اه البريس بلس يعني ندمني على الدلة اللي اسمها بلس البريس او اسف تبق و هي هتاخد العدد او المعدلة اللي انا دست عليها وتزودها على الاكسبرشن طيب لو دستنا بقى على اليوساوي قال لي نادي على الفونكشن اللي اسمها ايكوال بريس فين ايكوال بريس دي اهي ايكوال بتاخد الاكسبريشن بتاعك كجلوبال فاريول خلاص? وبتحولوا الى سترينج وبعد كده ايه ايفال يعني ايفاديويت يعني احسب. البايسون عندها الميسود اللي اسمها ايفال دي ايفال ايفاديويت عشان حضرتك تكتب هنا معادلة حسابية وهي تحسب لك القيمة بتاعتها. يبقى ايه? احسب لي القيمة بتاع الايفاديويت وبعد كده التوتل ده حطهولي على الاكسبريشن بتاعي. ورجع لي الاكسبريشن الى فاضي. بل الاكسبريشن اللي انت كنت تكتبه امسحه لي خلاص لان انا حسبته. تمام? طيب ايه بقى الكلير باطن ده? الكلير باطن ده بينادي على الفونكشن اللي اسمها كلير. طب كلير دي بتعمل ايه? بتمسح كل الاكسبريشن بتاعي. كل ايه? الاكسبريشن بتاعي. طيب. وبعد كده المين لوب زي ما قلنا دي اخر ستيتمنت انا بنادي عليها. طيب. دي الالة الحسبة بتاعتنا. خلاص? لو دست وان. اتكتب هنا ايه? وان. بلس. اتكتب هنا ايه? بلس. زي الالة الحسبة بالزبط. زي الالة الحسبة احنا انا حاولت ان انا انفذ ايه? نفس اللوجيك اللي شغالة هنا. وان اتكتب وان. بلس. اتكتب بلس. طو اتكتب طو. فاحنا ايه? منفذين نفس الحال. طو. فاتكتب ايه? طو. كلير. راح مسح لي ايه? مسح لي كل اللي مكتوب. وان. بلس. طو. خلاص? ايكول. راح ايه? خد الاكسبريشن. وعمل له ايفاليويت. ورح كتب الناتج اللي هو ثلاثة. كتب للناتج ايه? كتب للناتج على الانتري برده. على مين? على الانتري. خلاص? فدي انا حسبة بسيطة خالص. متكونة من البلاس والايكول. وعددين بس اللي هو الوان والتو. تمام? دي اه طاسك صغيرة. اه ارجو من حضراتكم. يعني تفكروا فيها بازن الله. تمام? شكرا ليكم. وشكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.